نرجو إلى الوضعية التي انطلقنا بها في أول الدرس تضمنت الوضعية موقفان اثنان الموقف الأول هو عبارة عن أن رسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء بما في ذلك معارضتها لأهل البيت الموقف الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون قدوة لنا في عصرنا لما يعرفه وعصرنا من تطوّات ومستجدات الموقف الصحيح هو الموقف الأوعى لننطفق مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء بما في ذلك في معارضتنا للأحل والأقارب وفي المقابل لا نتلق مع من يقول بأن رسول صلى الله عليه وسلم لا يتمر قدوة لنا في عصرنا لما يعرفه وعصرنا من تطوّرات ومستجدات تعليل الاختيار لماذا قلنا نتلق بيوم؟ ماذا قلنا على مقتل نبدأ بالأول التعليل لأن الله تعالى قال لَقَلَ يَعَلَ لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ والإسلام مصارب لكل زمان أجرب إلى الوضرية التي انطلقنا بها في أول الدرس تضمنت الوضرية موقفان اثنان الموقف الأول هو عبارة عن أن رسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء بما في ذلك معارجها لأهل البيت الموقف الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر أن يكون قدوة لنا في عصرنا لما يعرفه وعصرنا من تطوّرات ومستجدات الموقف الصحيح هو الموقف الأول إذا نتفق مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء بما في ذلك معارجتنا للأحل والأقارب وفي المقابل نتفق مع من يقول بأن رسول صلى الله عليه وسلم لا يتمن قدوة لنا في عصرنا لما يعرفه وعصرنا من تطوّرات ومستجدات تعليل الاختيار لماذا لا نتوقف، نبدأ بالأول التعليل لأن الله تعالى قال لَقَدْ يَعْمَلَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَالإسْلَامُ صَالِبٌ لَكُلِّ زَمَانِ وَمَكَانِ ولماذا لا نقترب مع الموضوع الثاني لأن الله تعالف قُلْ يَا رَيُّ الْنَاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لِلْكُمْ جَمِيعًا رَضُ جَمِيعًا يَشْمَلُ جَمِيعًا الْنَاسِ إِلَى قِيَمِ السَّابَةِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هَذِلِ الشَّرِيَةِ شَرِيَةِ خَاتِمَةً أو خاتمة يعني آخر شريعة ليست بعدها شريعة ولم يخفى عليه سبحانه وتعالى ما سيقرأ في الأرض من تطورات ومستجدات إذا الفرادية الصحيحة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد لنا فيه لشيء بما في ذلك معالماتنا